تقارير طبية رسمية من قلب الكيان الإسرائيلي كشفت السطارة عن زيادة عدد المرضى النفسيين في قلب دولة الاحتلال فصلا بعد عملية طفان الأقصى اللي زودت عدد المجانين المسألة وصلت لدرجة أن عدد كبير من مدير مستشفيات الصحة العقلية أرسلوا رسالة للمسؤولين قالوا فيها أن نظام الصحة العقلية في قلب إسرائيل بينهار والمستشفيات النفسية فشلت في استعاب العدد الضخم اللي بيتزايد كل يوم للمرضى النفسيين واللي هيزيد ويغطى على كل ده أن المرضى بيزيد عددهم بشكل مهول جدا بسبب عملية طفان الأقصى اللي أصابت عدد ضخم جدا من جنود جيش الاحتلال بشكل غير عادي الحقائق صادمة وبيحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هو يخبيها عن الجميع لكن في قناة مصر هنتوقف عن هذه الممنوعات خلال الحلقة دي لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكمنتك الجميل أنا أحمد عبدالهادي وانت من حقك تعرف كل مدير مستشفيات الصحة العقلية في قلب إسرائيل بعتوا رسالة لمراقب الدولة ماتيناه إنجلمان الرسالة دي بيحذروا فيها من أن نظام الصحة العقلية في قلب إسرائيل على وشك الانهيار بالكامل وطلبوا بإعلان حالة الطوارئ في ظل ارتفاع أعداد الإسرائيليين اللي بيعانوا من أمراض نفسية وعجزهم عن التعامل مع الأعداد الكبيرة جدية من المرضى اللي بتصل إليهم في قلب المستشفيات بتاعتهم كشف التجمع ده عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض العقلية وزيادة حالات الانتحار في قلب المستشفيات بطريقة غير إنسانية وقالوا إن عملية طفن الأقصى اللي بدأت يوم 7 أكتوبر هتزود عدد المحتاجين لعلاج نفسي حوالي 300 ألف شخص جديد وقال التجمع ده إن هو مش عارف عدد اللي هيرجعه من حرب غزة هيكون عددهم كم بالزبط لأن هم كمان بيعانوا المشاكل النفسية وقال تجمع مدير مستشفيات الأمراض العقلية إن النظام الصحي في قلب إسرائيل في حالة انهيار كامل طبعا بسبب سنوات من الإهمال الشديد وقلت العاملين في مراكز الصحة العقلية والمستشفيات بتاعتهم خالية بينما ارتفعت حالات الإصابة بالمشاكل العقلية في أعقاب الأحداث الجرية في قلب قطاع غزة ذكرت العديد من التقارير الإخبارية المحلية في قلب الكيان الإسرائيلي إن جندي إسرائيلي من لواء المظليين اللي عاد من قطاع غزة فتح النار بشكل عشوائي على زميله بعد استيقاظه من كبوس مروع ووقع عدد من الإصابات في صفوف الجنود وده دفع وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هي تحقق في الحادث وتعلن حالات الطوارئ لدرجة أن جيش الاحتلال أصدر تعليماته بأن أجازات العساكر تمر بعدة أيام خضوع للعلاج النفسي قبل ما هم ينفزوا الأجازة مؤسسة كلاليت اللي بتعتبر أكبر مؤسسة خدمة صحية في إسرائيل وبتختص بمعالجة عدد كبير من الإسرائيليين أعلنت أن عدد الوصفات الطبية النفسية ارتفع بنسبة 11% خلال شهر أكتوبر 2023 وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عزم وإطلاق برنامج بيستهدف مساعدة الجنود اللي بيعانوا من اضطرابات نفسية بسبب الحرب في غزة ومواجهة رغبات الانتحار عندهم المعلومات اللي حضرتكم شفتوها دي معلومات بتحاول مؤسسات الكيان الإسرائيلي أن هي تخبيها عن الجميع إلا أن الإعلام العبري بدأ يضغط على حكومة نتنياهو على أساس أن هم يفضحوا بحيث أن يتم الإطاحة به بن يامين نتنياهو حاول أن هو يخبي المعلومات دي في البداية وقال المسألة دي ما فيهاش أي أساسا نوع من إخفاء أي نوع من الحقائق والمعلومات وأن الإعلام بيحاول أن هو يكبر المسألة خاصة وأن في عملية تصفيت حسابات مابين ومابين القوى المعارضة في قلب الكيان الإسرائيلي ودي دي ديمقراطية إحنا بنمريسها على أساس أن نعرف العالم كله أن نحن عندنا ديمقراطية وأننا مش مصدوم من الكلام ده كله لأن طبعا جزء من شعب الدولة المزعومة اللي هي دولة الكيان المحتل الشعب ده خايف على أولاده ودخف طبيعي تماما وبالتالي إحنا ما نقدرش أن نحن نعترض على المخاوف بتاعتهم والمخاوف دي زودت طبعا التوترات عندهم وبالتالي هم بيحاولوا يترجموا المسألة ترجمة خاطئة وزارة الصحة الإسرائيلية نفت أن يكون هناك ارتفاع في عدد الحالات اللي هي مرضى النفسيين أو المرضى العقليين لكن المسألة طبعا تفجرت في الأويناء الأخيرة وبدأت التسريبات وبدأت الرسالة بتاعت مدير مستشفيات الأمراض العقلية تاخد حيز من النشر النتيجة اتفضحه في ضيحة بجلاجل عاوز أقول لحضراتكم كمان أن صدرت التعليمات من وزارة الدفاع الإسرائيلية أن يمنع منع البتن أن أي جندي جاي واخد أجازة وكان حاضر لعملية السيوف الحديدية اللي هي عمليات القصف الإسرائيلي الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في قلب قطاع غزة وحضر الحرب دي يمنع منع البتن أن هم يروحوا مباشرة على البيوت بتاعتهم ليه؟ لازم يخضعوا لكشوف نفسية ويتعالجوا من الأمراض النفسية بتاعتهم لو كان عندهم أمراض نفسية قبل ما ينفزوا الأجازة طبعا ولسه يا ما في الجراب يا حاوي ترجمة نانسي قنقر